تحرك دبلوماسي مكتف للجزائر إقليمياً لحل الأزمات خاصة بعدما خلفته نسمات ما سمي بالرابع العربي على كل من تونس وليبيا مقاربة الجزائر كانت واضحة منذ البداية احترام سيادة الدول تغليب لغة الحوار والتأكيد على أن الحلول لن تتأتى إلا من الداخل وهذا ما حاولت الدبلوماسية الجزائرية تدسيده من خلال لم شمل الفرقاء الماليين على طاولة واحدة وإقناع الليبيين بالحل السياسي لما نتكلم كذلك على الدور الذي قام به في خامد الرئيس الجمهورية في إطار الدولي نتكلم كذلك على ربط الحلول بطريقة سلمية وبالحوار وكان لعب دورا كبيرا يعني في اتفاق السلام التي برمت هنا في الجزائر وبين إريتريا وإيتيوبيا ولعب كذلك دورا كبيرا يعني في حال بعد النزاعات كان دائما دائما يأمن إلى يومنا هذا بأن ما فيه حلول لأي مشكلة ولا لأي نزاع بدون حلول سلمية حلول سياسية والحلول التي تتم بإرادة المعنيين بالأمر مباشرة التنسيق والأمني الحدودي هو بدوره لم يكن خارج الأجندة الإقليمية للجزائر هذا ما تمخذ عن استراتيجية التعاون مع تونس لمكافحة الإرهاب مشكلة الإرهاب المنتشر في كل مكان الإرهاب العبر القارات والعبر الحدود الأسلحة المنتشرة في كل مكان أيضا جماعات التنظيمات الجهادية أيضا الجريمة المنظمة الهجرة غير الشرعية كلها مخاطر تهدد أمن واستقرار تونس والجزائر مع بعض فأعتقد أن التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس يعتبر أحسن قناة لمحاولة فهم هذه المخاطر وإيجاد حلول مشتركة بين البلدين لمواجهتها محطات أثبتت في كل مرة أن الدبلوماسية الجزائرية هي آلية لإحلال السلم والأمن إقليميا هذا ما سعت إليه منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم عام 1962 تناني وشتين